أخيراً قبل ما نروح للتايجر عشان التايجر النهاردة معاش وي التفاصيل هتكسر الدنيا طريق حامد ناس كتيرة سألتنا قالت لنا يا جماعة طريق حامد جاي الزمالك ولا مش جاي الزمالك فاحنا تواصلنا الأخبار الأكيدة زي ما أنا بكلم حضرك وزي ما أنا شايف حضرك وأن طريق حامد أعقده مستمر حتى نهاية الموسم الحالي مع فريقه وضمك السعودي شارك فيه لقائين من بداية الموسم طريق حامد 36 سنة مسؤولي الزمالك رأيهم إيه وموقف طريق حامد إيه كالتالي نبتدي بمين نبتدي بمين يا تايجر بطريق حامد ولا نبتدي بطريق حامد طريق حامد قصته طبعاً يتمنى يختم حياته داخل جدران مين نادي الزمالك ومرحب جداً بالتواجد داخل نادي الزمالك إذا محتاجه نادي الزمالك وإذا ما حس وشعر بتقدير ورغبة أكيدة في تواجده داخل نادي الزمالك وأنه يكون عنصر مهم مع جزيج وميز أنا تمام ما عنديش مشكلة وسعى أن أنا خلص نفسي مع فريق ضمق عشان أكون موجود في نادي الزمالك ده شرف لي عشان أختم حياتي داخل جدران نادي الزمالك أنا بعشق نادي الزمالك وبعشق جمهور الزمالك بس طبعاً بعد إنهاء كل التفاصيل مع نادي الزمالك بشكل محترم لأن الناس دي ناس محترمة مقدريني بيعملين بشكل كويس جداً إذا ما تم التواصل إلى تسوية ودية معاهم أنا تحت أمر الزمالك وأتمنى نختم حياتي داخل نادي الزمالك طيب رأي مسؤولي الزمالك رأي مسؤولي الزمالك نقسم لتلات نقطة نمرة واحد طريق حامد لعيب كبير جداً تمنياته في ختم حياته أو تمنيات طريق حامد بختم مشواره داخل نادي الزمالك يقابلها رغبة أكيدة مننا وتمنيات بنفس الشيء إن طريق حامد يختم مشواره بقميس الزمالك داخل جدران الزمالك لأنه واحد من اللعبين المخلصين الكبار اللي نتمنى إنهم يختم مشوارهم داخل نادي الزمالك ده في الجزئية الخاصة برأي الإدارة طيب رأي جوزيجو ميز رأي جوزيجو ميز إن طريق حامد لعيب مفيد جداً لعيب كبير جداً ولكنه كبير في السن فوجوده داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة محتاج مني مراجعة لهذا الملف عشان أقدر أشوف لو جالي لعيب بقيمة طريق حامد هقدر أعتمد عليه فعلاً ولا مش هيكون لي الأولوية في المشاركة كأساسي وبالتالي أنا مش عايز أجيب لنفسي ومشكلة إنه يجي لعيب بحجم طريق حامد وجيبه يععد دكة البودلاء وبالتالي ساعتها بقى أنا بصدر لنفسي أزمة داخل طبعاً طريق حامد لعيب ملتزم ومحترم مش بتاع مشاكل مش تعالوي ببوز مش بتاع الكلام ده كله بس في الآخر جوزيجو ميز بيفكر بشكل براجماتي هو عايز يشوف اللعيد اللي يقدر يفيده في كل المناسبات وكل البطولات خاصة إن الزماج بيشارك عفية أكتر من بطولة في أكتر من جابها فهو عايز حد يقدر يعتمد عليها من الشق البدني على مدار الموسم كله فهو هيوعيد حساباته ويرجع لمجلس الإدارة بقرار من الناحية الفنية إذا ما سوف يكون في احتياج لخدمات طريق حامد ويشارك في عدد كبير من اللقاءات ولا لا الحاجة الأخيرة بقى الفيصل في كل الكلام الجميل بقوله حضراتكو ده إيه الفيصل هو أن طارق حامد ينهي تعاقده مع دمك السعودي بشكل ودي ويخلص نفسه بالبلدي كده ويجي يقول للزمالك أنا صاق سليم أنا موجود تحت أمركو لو أنتوا عايزين يا خلاص أنا تمام عشان الزمالك ما عندوش طبعا إيه أبيض على الأبيض مفيش فلوس إن هو يروح يدفع فلوس لدمك السعودي عشان يجيب طارق حامد الفلوس اللي معاه فلوس ضئيلة ومش كتيرة فهو ربنا يكون في عنهم وربنا يعني عنهم في كم البلاوي والديون والعقوبات والإقاف القيد والتفاصيل كتير وما عم يدفعوا فيها دي فهدي قصة طارق حامد زمالك عندو الرغبة طارق حامد عندو الرغبة جوزي جميز عندو رغبة ولكن لسه ما حسامش قرارة بنزلت 100% يتبقى العنصر الثالث والأخير وهو أنه طارق حامد يخلص نفسه مع دمك السعودي في هذه الحالة هيكون باب الزمالك مفتوح أمام طارق حامد على مصر عايه انتظارا للإشارة الخضراء الأخيرة من المدير الفني لنادي الزمالك جوزي جميز